بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المحافظة على مكونات الجهاز الصوتي لدى الإنسان مهمة جدا أنت لا تستطيع أن تذهب إلى المتجر وتشتري لك حنجرة أو رئتين أو تصحح أي خطأ نتج في هذه المكونات بناء على ممارسات خاطئة قمت بها وبالتالي لازم تهتم بشكل كبير جدا في هذه العناصر لأن الاهتمام بهذه العناصر هو الطريق للوصول إلى التمييز في الأداء وأنا أعرف أن المطلوب والمرغوب لدى القراءة ولئما دائما الأمثلة والتمرينات التطبيقية التي تكون مباشرة ومفيدة لهم بإذن الله اليوم سأتكلم عن واحد من أهم التمرينات والتدريبات الموجودة في عالم الصوت والأداء ألا وهو تمرين النفس كيف يحصل الإنسان على نفس قوي ومستقر؟ هناك الكثير من التمرينات كثيرة جدا منها تمرين البالون الإمام يجيب بالون ينفخ بطريقة متتالية ومستمرة حتى يحصل على نفس وتنفس أعلى وأيضا يحصل على استقرار في إخراج الصوت بشكل أكبر وأعلى لكني في هذه الحلقات سأعرض تمرين سهل وبسيط يمكن تطبيقه في كل مكان ولا يحتاج إلى أي أداة خارجية التمرين ببساطة عبارة عن سحب النفس بهدوء ولكن طريقة التنفس عندنا هنا مختلفة عن طريقة التنفس العادية لازم التنفس يكون عميق جدا ودليل عمق التنفس أنه يدفع الحجاب الحاجز الفاصل بين الرئتين وبين المعدة فتشعر أن بطنك تقدمت أو المعدتك تقدمت إلى الأمام قليلا بعض المسمي هذه الطريقة بطريقة التنفس من البطن وهي في الأساس لا يوجد هناك تنفس من البطن ولكن دفع الحجاب الحاجز للحصول على مساحة أعلى عند الرئتين يسبب اندفاع قليل للمعدة وبالتالي يكون وكأن القارئ أو الإمام تنفس من بطنه وأفضل وأسهل طريقة أنك تضع يدك في المنطقة بين الرئتين وبين البطن وتحاول أنك تدفعها بالتنفس بطريقة هذه إذا شعرت أن يدك تقدمت إلى الأمام فهذا يعني إن طريقة تنفسك صحيحة أحرص على أن الكتفين تكون بوضعيتها الطبيعية لا تكون إلى الأعلى ولا إلى الأسفل كي تحصل على التنفس الصحيح المطلوب طيب بعد أخذ التنفس بصورة الصحيحة درب نفسك على إبقاء هذا النفس بشكل منتظم بمعنى أنك تبقيه عشر ثواني تعد عشر ثواني واحد اثنين ثلاثة أربع إلى رقم عشرة وبعد ذلك تخرج النفس بحرف السين قد يستغر البعض ويقول ما السبب؟ السبب هو إبقاء النفس أكبر أو أطول فترة ممكنة وأيضا تدريب القارئ والمؤدي على أن يخرج النفس بصورة منتظمة ويتعلم كيف يتحكم بإخراج تنفسه أو إخراج نفسه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة